طيب أجواء المباراة ديت يا جماعة سبقتها أحداث كتيرة في معسكر المنتخب الوطني اللي قدمت قضية ما ينفعش يكون ضفن الكبير المهندس عدلي لأن أنا قلت لكم هو شاهد على العصر وعلاقات النادي الأهلي والالتزامات النادي الأهلي دايما تجاه المنتخبات الوطنية بالذات القضية مست الحقوق الوطنية وشاهدت نوع من المزايدة الكبيرة المزايدة جات لأنه في وقت دايق جدا تحاد الكورة أو لجدة ربطة الأندية المحترفة بتأجل مباراة للأهلي على غير المطلوب من أي طرف فقط الجهاز الفني للمنتخب الوطن شيل للأهلي مباراة معه أمبي معسكر للمنتخب يبدأ قبل الأجندة الدولية بأسبوع بشكل استثنائي وأيضا بشكل استثنائي عشر لعبين من فريق واحد بين شرف التمثيل وظروف وضغط المباراة دي قضية مهمة جدا للمناقشة ثم تنتهي المسألة بعد إصابة اتنين من اللعيبة المهمين جدا يخرجوا مصابين سواء حزين الشحات وتم علاجه أو إمام عشور وأجريت ليه جراح القضية كلها وصلت إلى حد المزايدات الوطنية في الدور المطلوب من النادي ونحط من الأول المنتخب ولا النادي وكأنه لسه حد عايز يتكلم في قضية محسومة بدهة يعني المنتخب قبل أي حاجة المنتخب لا يمكن وضعه في متوالي عددية مع أي نادي يعني تقول للأهل أولا الزمالك ثانيا لإسماعيل الثالثة حط الأندية حسن ما ترتبها لكن لما تتكلم على المنتخب الوطني طلعوا برى المعدلة أو طلعوا برى المتوالية العددية خالص لا يقارن ولا يقاس ولا يعد ولا يحصى معاه دي قضية محسومة جدا عند النادي الأهلي قبل أي حد لأنه ما لا يعلمه البعض إن النادي الأهلي بيدي مكافآت للعيبة بتاعته اللي بيلعبه دوليا قضية المزايدة الوطنية لأن أنا حوريك فيديوهات مهمة فيها بداهاتا كده أنت تراها إيه شوف ما أنا بقولك فيه البعض لا يريد الخير ولا يريد الهدوء لكل الأطراف وللأسف فيه مسؤولين يجرجروا في الحتة دي مسؤولين عن الكرة المصرية أنا ما كنتش عايز اللغة اللي ليه الحصبية وليه التشدد وأنت تتحدث كجهاز فني على النادي ما عمل لكش حاجة لسه ما قال لكش حاجة أنا مش عبعد لعيبه هو نادي لالي لو تمسك بالأجندة الدولية أصياد إبراهيم وقال لك طبعا هبعدهم لك بس مع الأجندة الدولية أنا عندي ماتش مهم أنا هستفيد منهم من الأسبوع ده معي هجهزهم هريحهم وعايز هال عماتش امبي عشان أخفف الضغط اللي علي مش كان يقدر يعمل كده وهذا حقه طبعا ما فيه خيانة هنا لا لكن لو قلت إيه كده يبقى فيه خيانة مش عايش يدوله بقدري طيب ممكن بقى نتفق أنت معاك لعيبة يعني نعمل تدوير خاصة أنا عندك لعيبة كبيرة أنا قلت حجازي قلت مسألين اتنين حتى التدوير أحسن اتنين في مراكزهم أحسن اتنين في مراكزهم بدون بدون والأساسين بقلهم كم سنة ودول أغواصها وراغي طبعا ليه يبقوا بره دول دي حاجة غريبة فماش تذكروا تي تحديدا ايو إنما ده اللي حصل مش عايزين نتكلم كتير نتمنى اللي جاي مش عايزين اللغة التصادمية ملاش مبرش أكيد